تصاعد في المواجهة السياسية والإعلامية بين السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي تصاعد جاء على خلفية بيان صادر عن المجلس الانتقالي ضدا على قرار سعودي قضى بمنع بعض قياداته من العودة من أبوظاب إلى عدن مرورا بالعاصمة الأردنية عمان أظهرت الرياض حرصا على احتواء تطور من هذا النوع لذا أوعزت للسفير السعودي الواسع النفوذ لدى اليمن محمد الجابر لتهدئة المشاعر الانتقالية الملتهبة حيال القرار السعودي حيث أكد هذا الأخير في تغريدة الله على تويتر أن قيادة وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي يحظون بالاحترام والتقدير في المملكة وعلى كافة المستويات ردود الناشطين التابعين للمجلس الانتقالي على تغريدة الجابر عاكست حجم الغضب المفتعل والذي يبدو أنه يتناقض مع ما يظهره الراعي الحقيقي لهذا المجلس وهو الإمارات التي غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية فيها أنور قرقاش معبرا عن دعم أبو ظبي للمملكة في جهودها المتواصلة لتطبيق اتفاق الرياض معلقون سعوديون بارزون وصفوا بيان المجلس الانتقالي بأنه ضد التحالف وتصعيد لا مبرر له ومردود عليه ومدان من الجميع كما يرى سليمان العقيل الذي طالب الانتقال بتنفيذ ما عليه من التزامات في اتفاق الرياض بإبعاد العناصر المشاركة في أحداث أغسطس الماضي مثل ما فعلت الحكومة إشارة كهذه هي ما يلفت الانتباه في خضم المواجهة المفتعلة هذه لأنها تكشف عن جوهر ما يريد التحالف تمريره ضمن اتفاق الرياض حيث يضع قيادات حكومية كبيرة في مقابل مدير أمن عدن شلال شائع ومن في وزنه من الموالين للمجلس الانتقالي الذي يفترض أنه يتحمل المسؤولية التضامنية عن انقلاب عدن وفقا للمراقبين وزير النقل صالح الجبواني أدل بدلوه على هامش المواجهة الدائرة بين المجلس الانتقالي الجنوبي والرياض معتبرا ما يجري في عدن من قبل من وصفها بالعصابات الميليشيوية يدفع إلى دعم أي خطوة تقوم بها المملكة في سبيل الوصول لنزع السلاحة وإخراج الميليشيات من المدينة